السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي انتابعها حياكم الله مشاهدي الأحبة كما كانت البشرة قبل قليل من فريق المنتخب العراقي وطرز فرحة للعراقيين بفوزه كانت هناك أيضا بشرة للفقير وإعانة للمستحقين الأمس انطلقت الحملة الكبرى اللي تبنتها وزارة العمل وهيئة الرعاية الاجتماعية بالتجوال في أحياء المناطق الفقيرة والأقضية المشمولة المتضررة اللي بلغت خمسين قضاء وتسجيل من يستحقون الإعانة وفق البيانات الموجودة اللي تطرحها وزارة التخطيط في كل سنة وبهذا العزم والجدية أشرف بنفسه وزير العمل مع كوادر الباحثين الاجتماعيين وكذلك ملاكات الرعاية الاجتماعية للوقوف على حقيقة الاستحقاق للمسجلين وكذلك طرق أبواب المتعففين ممن لم يستطيعوا التسجيل على الاستمارات اللي قدمت التسجيل في الرعاية الاجتماعية بهدف خدمة المواطن وعدم استخدام الطرق غير القانونية بتسجيل غير المستحقين أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة ومع الوصول لنصف نهاء بطولة كأس الخليج الكروية ونجاح العراق في تنظيم البطولة وتقديمها بالشكل الأكثر تميزاً بين نسخها السابقة فأن للأمر دلالات ومعطيات كثيرة أولها تعريف أهل الخليج بعراق ما بعد 2003 ودعم جهود رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية في استضافة المباريات والأحداث الرياضية ومع هذا الإشعار الذي يجسده الواقع وتنبؤات اتحادات خليجية فإن جماهير الكرة العراقية تتنفس الصعداء فمن شأن هذا القرار المنتظر أن يعيد الحياة إلى البلاعب العراقية وجماهيرها المعروف عنها الشغف والحماس بعد مدة حظر دولي طال أمدها ورسمة مشهد قاتم ألقى بظلالة السلبية على مختلف أركان الرياضة المحلية فضلا عن كون الساحرة المستديرة قد قلصت من فجوات كثيرة وهائلة بين العراق ومحيطة الخليجة تحديدا إذا المشاهدية الأحبة سنتحدث عن هذين ملفين المهمين تتفضل بقاويانا ومتابعتنا تتابع بتنفيذ البرنامج الحكومي بحملات إعمار وإعانة الفقير ومكافحة الفساد يشيد بها المواطنين وزارة العمل اليوم جعلت ضمن خططها المتابعة الميدانية لتفقد العوائل الفقيرة وتسجيلها ضمن الإعانة على هيئة الرعاية الاجتماعية وكذلك توفير كافة المستلزمات والمستحقات في هذه الحملة تشمل كافة المحافظات بيقضيتها ونواحيها والذهاب إلى المستحقين وترق الأبواب عليهم دعونا نفتح هذا الملف مشاهدية لكن بعد نشاهد تقرير الزميلة والشماري ضمن شبكة الحماية الاجتماعية وتنفيذ لمجيء في البرنامج الحكومي من مكافحة الفقر وإعانة العوائل الثقيرة تنطلق أزارة العمل بأكبر حملة بحث في بغداد والمحافظات كخطوة لمعالجة الفقر الذي يعد أحد أبرز الأولويات في المرحلة الراهنة فبعد إجراء مقاطعة البيانات ابتدأت الحملة بشمول أكثر من مليون وثمانمائة ألف أسرى حملة وفاء لأهلنا وحملة وفاء بالعهد والوعد الذي قطعته الحكومة في منهاجها الوزاري أن أولى أولويات هذه الحكومة هي الوصول إلى الطبقات المحرومة ومعالجة كل المشاكل التي تتعرض لها هذه الطبقات اليوم تنطلق هذه الحملة الكبرى لاستهداف أكثر من مليون وثمانمائة ألف أسرى متقدمة على شبكة الحماية الاجتماعية آليات جديدة خضعت لها حملة البحث الاجتماعي باعتماد تقييم مؤشرات خط الفقر وفق بيانات وزارة التخطيط فالمرحلة الأولى ابتدأت بتشخيص 53 قضاء ابتداء بالأشد فقرا التي شاملت عشرين قضاء وفق الأولويات توزعت على المحافظات بين بغداد وواسط وديالا والأنبار والبصرة وغيرها بتقييم الحالات المشمولة التي قدمت على الإعانة الاجتماعية عن طريق النافذة الألكترونية أو الشمول الورقي وكذلك مما لم يقدموا بياناتهم إذا كل الوزارة أمالتنا هيش والحكومة نحمد الله ونشكره يعني يجي تفقدنا بطين ويجي طب هنا ويورد إحنا ما عدنا زين عيني بالعكس إحنا نكيف هيش خطوة زين إحنا نكيف هيش خطوة وهيش مبادرة من الوزير يفتر حالة حالة الشعب والهاي بطين ونشوف معاناة الناس بالعكس إحنا نكيف إحنا هيش واحد أيدا ونوقفوا إياه كل وزير أي مسؤول يعاني معاناة الشعب ومعاناة الفقير بالذات بين قوسيا هذا حقا على رأس هذا صحي يشتغل أن ما قاعد بالخضراء وعايف هاي العالم لا هذا خلط حرام يعني أنا أعبب جيبي وأخلي الفقراء طالعا ما معانا ما كانت عديش كانت عدالة فالوصول إلى المستفيدين بطرق أبوابهم وتسجيلهم ضمن الإعانة الاجتماعية هو الهدف الأول من هذه الحملة وفق تصريحات وزارة العمل فانطلاق حملة البحث الاجتماعي تضيع الفرصة على شمول غير المستحقين أو اتباع طرق أخرى تضيع حقوق الذوات المستحقة لشمول أكبر الأعداد ضمن نطاق استحقاقهم بقانون الحماية الاجتماعية نها شمري الأيام الفضائية حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور سناء الموسوي مستشارة رئاسة الوزراء للشؤون الاجتماعية حياكم الله دكتور سناء ضيفة كريمة ونشكر حضورة من محافظة النجف الأشرف في لعب أغداد ضيفة كريمة في الأستوديو وأيضا ضيفة كريمة في الأستوديو الأستاذ عبد الرحمن المنصوري معاومة دير عامل حماية الاجتماعية أهلا بك أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا بك قديس دكتور سناء حضرت أشعر ديشباع طويل بهذا الملف تحديدا وكنت قد أشرفت عليه بشكل مباشر ببانا كنت على هيئة الرعاية الاجتماعية اليوم دوركم أيضا في الأمانة العامة له تماس مباشر العمل الحثيث بين هذه الجهات والتعاضد بين الجهات التنفيذية للوصول إلى هذا الفقير وبشارته كيف نترجم عمل حكومة الخدمات وفقا لما حددت من آليات وبدأت تعمل عليها بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة الأيام وأهلا وسهلا بضيفك الكريم أستاذ عبد الرحمن في البدء عندما استلمنا رئاسة هيئة الحماية الاجتماعية كانت هناك مشاكل كثيرة وعدم تطبيق العدالة بين العوائل المتعففة والتي تحتاج الإعانة الاجتماعية ضمن قانون الحماية الاجتماعية ففكرنا في فتح النافذة الإلكترونية وكانت هناك تحديات كبيرة ومخاوف كثيرة من فتح هذه النافذة الإلكترونية فتحناها لمدة ثلاثة أشهر تم تسجيل عدد مليونين و734 ألف أسرة وبعدها الأخوة أكملوا هذا المشوار بتقاطع هذه الأسماء الموجودة في قاعدة البيانات ومن ثم أصبح العدد الموجود مليون و700 أسرة موجودة ضمن قاعدة البيانات السيد رئيس الوزراء ضمن برنامج الحكومي من أول فقرات به وهو الحماية الاجتماعية والاهتمام بهذا الملف وبهذا الجانب اليوم تغيرت كل الآلية من المواطن يأتي هو يطلق الباب الدائرة اليوم الكادر من السيد الوزير والكوادر المتقدمة في هيئة الحماية الاجتماعية والباحثين هم يتجولون في مناطق الأشد فقران اللي يبتدعوها اللي هي عشرين قضاء وناحية في العراق بأكملة أن نبدأ بالمناطق التي تم تشخيصها من قبل وزارة التخطيط بالأشد فقرا وأن يكون النزول ميداني بكل الكوادر والمسؤولين والباحثين إلى هذه المناطق بدائرتين حماية الرجل وحماية المرأة ويتم مسح كل الأسماء المتقدمة ضمن النافذة وكذلك السيد الوزير أطلق الأسماء الغير ما كانت تعرف أكو نافذة أو ما استطاعت أن السجل ضمن النافذة الحماية الاجتماعية أن يشمل الجميع البحث الميداني بالإضافة إلى أن هذا النزول الميداني أعاد الثقة بين المواطن وبين الحكومة لأن هناك أزمة ثقة هذه الفرحة اللي وجدناها على وجوه المواطنين هي أبسط شيء تقدم الحكومة لهؤلاء اللي مستحقين ووجدنا المناطق اللي يسكنون بها يعانون من سوء خدمات وبالتالي تحتاج أيضا الجهد الخدمي اللي شكل السيد رئيس الوزراء أن يتوجه إلى هذه المناطق لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن يعني يوم أمس إحنا كنا في منطقة الإحسينية وكان الجو ممطر وبالتالي عدم استطاعتنا بالتنقل بين دور السكنية الموجودة وجدنا أكثر البيوت كانت هي واصلها الماء وبالتالي فياضانات المنطقة أدى إلى أنه نشخص بالإضافة إلى أعطاء إعانة اجتماعية لابد من توفير خدمات لهذه المناطق الأشوائية أو المتجاوزين اللي يسكنون العاصمة بغداد اليوم أيضا كانت إن جولة في محافظة النجف ناحية القادسية اللي هي هم تكون يعني تعتبر أشد فقرا وبالتالي تجواننا بين الناس وشعرنا بفرح اللي إحنا يعني وجدنا مساعدة الجميع الأهالي يساعدون الباحثين والباحثين هناك صارت خلية نحل متعاونين وكذلك مدراء الأقسام أيضا تواجدهم هذا يعطي دافع وحافظ للباحث أن يعني يقدم أفضل الأمور إحنا كنا نحسب كل باحث يستطيع أن يقدم يبحث خمس أسر لكن اليوم وجدنا كل باحث يستطيع أن يبحث خمس طعش أسر يوم أمس كانت بداية الحملة استطاعوا بكل العراق أن يبحثوا يعني يصعدون 14 ألف اليوم ازداد العدد وأنا متأكدة بكرة رح يزداد أكثر هذا التدافع والحافظ اللي كان يعني أصبح عند الباحثين نتيجة وجود السيد الوزير مدراء العامي رئيس الهيئة معاون مدير عام كل الفئات الموجودة معهم وهم يشعرون بأنه السيد رئيس الوزراء يتابع هذا الملف ومهتم بهذا الملف من أجل إيصال أفضل الخدمات ليس فقط إعانة اجتماعية وإنما لابد أن هناك برامج أخرى ومقترحات كثيرة قدمناها للسيد رئيس الوزراء بشمول هذه العوائل بخدمات اجتماعية أخرى ليس فقط إعانة اجتماعية جلت رحي بحضرتك سيد عبد الرحمن ونتحدث هنا عن هذه الآليات فتح الاستمارة الإلكترونية وفيما تفضلت الدكتورة بعديا هذه الزيارات الميدانية والوقوف على واقع الحال بدل أن تكون هناك مقابلات وما نعرف ما وراء هذه الظروف هذا الذهاب وطرق الأبواب وهذه المبادرة طيب خلي شوي نعتب عليكم وين شنتوا في الحكومات السابقة بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابكم الكريم ولي قناتكم الكريمة ولي ضيفتنا الكريمة دكتورة سنان المسوي طبعا المنهاج الحكومي الذي وضع في الحكومة الحالية برئاسة السيد رئيس الوزراء كان يتضمن الحماية الاجتماعية طبعا الرابط تم فتحه في 22-8 وتم غلق الرابط في 22-11 تم تقديم أكثر من مليونين وسبعمية تم استبعاد 950 ألف تقريبا من هذا العدد اللي يبقوا مليون وثمانمية أو يتجاوز أكثر العملية طرق الأبواب اللي شرت لها طبعا هي عملية المسح الميداني بشكل عام هي عملية ذهاب الباحث إلى الأسرة في المنزل وملئ الاستمارة أما عملية الحملات وعملية اختيار الأقضية لأشد فقرا هو هذه الحالة الجديدة اللي احنا اليوم نعمل بها والسيد الوزير وتوجيهات السيد الرئيس الوزراء السيد الوزير كان اليوم حاضر ويوم أمس نزلنا للأقضية الأشد فقرا المواطن عندما يرى المسؤول الأعلى هو معه في الساحة أكيد يشعر بالفرح يشعر بالراحة يشعر بأن الحكومة قريبة من المواطن الحكومة عازمة على تقديم الخدمات إن شاء الله عملية الحضور في الساحات ستستمر أحنا من خلال عملنا خلال اليومين الماضيين يعني خلال اليومين القادمين أيضا سوف يتم الانتهام من قسم من الأقضية وسنعلن أن القضاء الفلاني أنا ما لد أسمي الأقضية هسه تم إنجاز عمليات المسح بيها هذا كله نتيجة الحضور الميداني للمسؤول وكذلك لعزم باحثينا لأني اليوم أسميهم الأبطال لأن تراهم في الطين والمياه عملية الوصول لهذه المناطق صعبة وليست سهلة لإنعدام الخدمات طوال السنوات السابقة أنا من خلال منبر قناتكم الكريمة أريد أقول أن الأشد فقرا حتى في الخدمات المفروض تكون موازناتنا القادمة توجهاتنا القادمة هو إلى المناطق الأكثر فقرا يعني بالتحديد يكون نقدم خدمات التبليط قضية الكهرباء الصحة التعليم نبدأ بالمناطق الأشد فقرا وصعودا وهكذا أحنا عملية المسح الميداني اختارين عشرين ولم يكن اختيارا بس نسبة الفقر في عشرين قضاء كمرحلة أولى والمرحلة الثانية إن شاء الله نبدأ بالأقضية الباقية وهكذا ونسأل الله أن يوفقنا ويوفق كل العاملين على هذه الحملة في خدمة مواطنين جهود مباركة دكتورة حضرتش في الدورة البرلمانية السابقة كنت عضوة مجلس النواب وتعرفين جنابك أنه في مجلس النواب عندما يتم التداول ومناقشة الموازنة العامة تصير أكو تفصالات حسب مقاسات الكتل السياسية وليس حسب ما تقر الحكومة ووزارات اليوم لما وزارة العمل رئيس الوزراء عدهم خطة معينة لتخصيص مبالغ مالية لهذه الحملة إذا ما ذهبت إلى مجلس النواب وتغيرت هذه الأرقام وما راح يتم شمول حوالي يعني خمسمائة ألف أسرة كما خططت الحكومة وفق موازنة 23 هل من الممكن أن تكون هناك ضواغط سياسية داخل قبة البرلمان لإنصاف هذه الشريحة المهمة؟ بل بالتأكيد يعني أكثر النواب هم مشاركين الهموم لأنه الشمول الورقي اللي النواب يستحصلون بموافقات سواء كانت موافقات سابقة أو موافقات حالية يعني من السيد الوزير الموجود هذه كلها ضغوط جماهيرية على النواب بالتالي هم مشاركين الهموم ولابد أن يساهموا في زيادة يعني المبالغ المخصصة لهيئة الحماية الاجتماعية اليوم نتيجة البطالة وسعر يعني صعود الدولار بالتالي هذه طبقة الهشة يحتاج الاهتمام بها فما أصور النواب راح يعني كنون غافلين على هذه الشريحة خصوصا يعني عدم وجود تعيينات عدم وجود درجات وظيفية اليوم هاي أبسط المبالغ اللي راح نقدمها هي زيادة عدد الشمول يعني حتى أيضا مو زيادة رواتب الحماية الاجتماعية فقط زيادة عدد الشمول وبالتالي لا بد أن يقفوا يعني نحن بالدورة السابقة كان المفروض خمسة تريليون لكنه تم تخفيضها إلى ثلاثة ونص تريليون وهذه المشكلة أدت إلى عدم شمول عدد كبير من يعني الحماية الاجتماعية من المواطنين بالإضافة اليوم إذا شاهدون هذه الدوائر والموظفين اللي موجودين يقدمون خدمات هما يعانون الأمرين دوائرنا كل اشتعبانة والموظفين اللي موجودين رواتبهم قليلة يا دوب في هذا الشهر السيد رئيس الوزراء بعد ما قدمنا لعدة كتوب أنه أعطى للباحثين مخصصات خطورة 30% وبالتالي أصبح فقط الباحث اليوم صار زيادة عدد بالراتب لكن إذا تراجع الموظفين اللي موجودين في دوائر الحماية الاجتماعية رواتبهم قليلة والدوائر اللي موجودة يعني يسكنون بيها ويقدمون خدمات كلها دوائر تعبانة قد يتعرضون في حالة الأمطار وفي حالة بقية الأمور إلى يعني كثير من الأمور الموجودة بالإضافة إلى عدم وجود الأجهزة الحديثة من حاسبات وسيرفرات يعني إحنا اليوم إثناء العمل هي تتوقف عندهم الواجهات الألكترونية يعني يحتاج إحنا مو فقط نقدم إعانة يعني إعانة اجتماعية يحتاج اهتمام كامل من السادة المحافظين شمول هذه الدوائر الموجودة في المحافظات بمبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم يعني السادة المحافظين بعض المحافظين مهتمين بهذه الدوائر لكن الكثير من المحافظين يعتبرون هذه الدوائر اتحادية وما تابعة لهم بالتالي ما يقدمونها أي خدمات ومتناسين أنه هذه الدوائر شايلة عنهم هموم مواطنيهم يعني أقل دائرة أدها ستين ألف أقل محافظة أدها ستين ألف أسرة تقدم لها الحماية الاجتماعية رواتب بالتالي هذول لو الحماية الاجتماعية ما تقدم لهم راح تجدهم بالشارع يظاهرون على المحافظين اليوم يحتاج تعاون وتكاتف السادة المحافظين أنه يشملون دوائرنا بالبناء بالتأثيث ما معقولة تدخل إلى دائرة عدنا كثير من الموظفين والعاملين في بقية دوائر ما عدهم عمل تجد دوائرنا عامل خدمة ما عدنا مدير القسم هو ينظف دائرته بنفسه وعليه لود من الأسر حتى يتابع ملفاتهم حتى يتابع الباحثين يعني يحتاج تعاون بين المحافظين بين بقية الوزارات للتكاتف مع وزارة العمل اللي يزور وزارة العمل ويجد الأبنية اللي بيها التعبانة ما أكو أي وزارة مثل وزارة العمل بأبنيتها بموضع يعني بأجهزتها بأثاثها ورغم هذا الموظفين كخلية النحل يعملون يحتاجون إلى يعني اهتمام أكثر يحتاجون إلى زيادة مخصصات يحتاجون أن تعتبر وزارة العمل وزارة خدمية أنه الدرجات الوظيفية اللي يطلعون تقاعد الحذف والاستحداث أن تبقى محتفظة بهذه الوزارة حتى تعوض لأنه بعد سنتين قد اللي يطلعون تقاعد ما أكو تعويض لهم بعدد موظفين وبالتالي يصير نقص كذلك الباحثين نحن اليوم هذه الحملة يقودها ألفين باحث يعني أنا اليوم في ناحية القادسية أدي فقط أربح باحثين يأتون من بقية الأقضية والنواحي ومسافة بعيدة حتى يأتون إلى هذا الناحية حتى يعني يساعدون أخوانهم بالبحث يحتاج زيادة باحثين بالأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المدينة سيد رئيس الوزراء كان موعدنا بإضافة ألفين باحث يعني كعقد مع وزارة يتعاقدون مع وزارة العمل نحتاج زيادة الباحثين والاهتمام يعني الكامل بهذه المؤسسة يعني خصوصا هيئة الحماية سوزارة العمل بقية الهيئات الموجودة قد تكون شوية أهوى منها لأن اللوت في وزارة العمل متركز على هيئة الحماية الاجتماعية يحتاج تعاون أيضا بين بقية الهيئات الموجودة في وزارة العمل قاعدة البيانات إذا تجدون تتابعوها أكثرها شباب عاطلين عن العمل هؤلاء الشباب في سن العمل نحن ننطيهم راتب بسيط اللي هو أخذة مئة ألف نعم هذا اللي أردحش عن دكتورة أسمحي لي يسال عبد الرحمن لما يتم تحديد حوالي 14 فئة من المستفيدين من هذه الإعانة هل هذه الفئات كانت موجودة سابقا كلها لأك فئات مستحدثة شملتها هذه الحملة طبعا إحنا قانون 11 لسنة 2014 اختلف في قسم من الفئات اللي أضيفت للقانون رغم أن القانون 126 كان هو قانون فئوي يشمل على الفئة في حين القانون الحالي هو يعتمد على خط الفقر القانون 11 شمل المهجورة والمطلقة والأرملة والفتاة البالغة والفتاة البالغة وكذلك العاجز والمعاق وزوجة النزيل من أخذ القرار الدرجة القطعية وكذلك الأحداث وبالقانون أيضا ممكن أنه استحداث فئات أخرى إذا تطلبت ووفق هذه الصلاحية منحها القانون لمجلس الوزراء هنا نتحدث عن الإعلان وانطلق هذه الحملة وصال عبد الرحمن لما تشمل كل هذه الفئات والوزارة تعز أسباب الفقر إلى تداعيات جائحة كورونا ولي أوقفت معظم الأعمال الحيوية وذات الأثر المهم إلى جانب تراجع أسعار النفط في حينها وكانت هناك عدم وجود موازنة الفقر فساد الإداري كل هذه المشاكل اللي واكبت الحكومات السابقة اليوم هذه الحكومة لما تكون منذ بدايتها تكافح ملفات الفساد وفرة مالية تحاول أن تفي بما وعدت به أن تكون حكومة خدمات وفي هذا الملف تحديدا كان من ضمن الأولويات خصوصا وأن حتى رئيس الوزراء كانوا في السابق وزيرا لها العمل ولديه معلومات وافية وكبيرة في ملف الحماية الاجتماعية هذه العوامل إذا ما اجتمعت هل ستؤدي إلى نجاح هذه المبادرة؟ طبعا نجاح المبادرة بدأت من الانطلاق الأولى لعمليات المسح الميداني وهو أنه الشروع بالمناطق الأكثر فقرا هو هذا بداية النجاح عندما تصل الإعانة لمستحقها الحقيقيين هو هذا النجاح بعينه طبعا أكيد أنت مثل ما ذكرت أنه السيد رئيس الوزراء كان هو وزيرا للعمل في عام 2014 في دورة 2014 أكيد الملفات الحماية الاجتماعية كان له بها دراية ومعلومات تفصيلية لذلك الملف في الحماية الاجتماعية وواحد من الملفات الأولى التي كانت في المنهاج الحكومي إن شاء الله الأيام القادمة ستشهد عمليات المسح الميداني باقي الأقضية ووفقا لنسبة الفقر دكتورة سنة يعني قناة الأيام بصراحة وثقت وصورت والتقت بالعوائل وثقت هذه الحملة بشكل كامل لديها عدد تقارير وفي النية أنه يعني نخصص برنامج كامل أو حلقة كاملة في برنامج في الظل الزميل عباس القريشي عن هذا الملف ولكن نريد أن نتحدث عن الجانب الإعلامي ودوره في تسويق هذه الإنجازات ليس من باب التغني بالمنجز بقدر ما هي التوعية المجتمعية بقدر ما أنه نرشد هذه العوائل في هذه المناطق الفقيرة أو التي تحت خط الفقر بأنه طرق الأبواب وبشارة الفقير راح توصلهم مثل ما تفضلت حضرتش أنه خلال هذه الحملة يعني بالتأكيد الإعلام إلى دور مهم هو يعني توثيق هذه الحملة وكذلك لإيصالها للمواطنين كثير من الناس لا تعرف لما شاهدت التلفاز وهذه الحملة أولا راح الثقة تنعاد بين المواطن وبين الحكومة اثنين هو هم راح يتهيئ ثلاثة أنه يعني يحتاج الإعلام يسلط الضوء على العوائل التي يعني التي تتنافسه يا الفقير وتقدم بعض الناس يعتبرون هذا حصتها من النفط بعض الناس يقول أنا ما عندي راتب من الحكومة هذا الموضوع هذا مشروط دون خط الفقر يعني إحنا بعد ما بحثنا معنات هذه الأسماء كلها راح تروح الوزارة التخطيط وزارة التخطيط عندها معايير راح تيجي تحلل هذه البيانات اللي عندنا راح تعزل اللي فوق خط الفقر واللي تحت خط الفقر فآنا إحنا مرات عديدة عندنا غرامات قاعد تظهر على المواطنين ونستقطع من عندهم لمدة عشر سنوات يجون يتنافسون لو هو عدة عقيد لو هو موظف يجي يأخذ راتب إعانة اجتماعية لو زوجتها عندها راتب وما يجي يبلغ كثير من هذه التجاوزات أولا تخسر الدائرة هيئة الحماية كان سابقا هذه الأموال تروح للخزينة وبالتالي تنحرم من عندها دائرة هيئة الحماية وإحنا يعني شلون يعدوب تجينا هذه المبالغ بتصويت المجلس النواب وبالموازنة ونتوسل حتى يضعون المبالغ بالتالي يجوا الناس يتجاوزون على هذه المبالغ وهذه المبالغ تروح إلى الخزينة اليوم المواطن اللي متمكن واللي عدة سيارة لا يجي يوازي الفقير اللي ما عدة لقمة عيش لا يجي يوازي الأرملة اللي هي تحتاج وعدها هي معيلة الأسرة يعني أنا اكتبت مقترح للسيد رئيس الوزراء أن تبقى النافذة مفتوحة للمرأة المرأة تختلف لأنه هي مو بيدها حتى من الصير أرملة أو الصير مطلقة وعدها أطفال وبحاجة إلى يعني معيل بالتالي لابد أن يعني هي من اسمها حماية اجتماعية لابد للحكومة أن تحمي هذه المرأة أن يتوفر لها الراتب بالتالي كذلك كبير السن وهكذا المعاق أيضا هذه يعني الإعلام إلى دور توعوي للناس اللي حتى ما يتجاوزون على المبالغ مالة الفقير مالة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى يعني إحنا مثلا اليوم ليس فقط طيناهم إعانة اجتماعية سيد رئيس الوزراء مثلا زاد الحصص التموينية للعوائل المشمولة بالإعانة الاجتماعية بالإضافة إلى هناك أيضا دراسة يعني أمام السيد رئيس الوزراء وإحصائيات على الطلبة اللي أوائلهم وأسرهم ياخذون إعانة اجتماعية حتى تكون هناك رواتب للطلبة وتكون هناك إعانة مشروطة حتى تكون استمرار للتعليم اليوم هاي أوائل الفقيرة أكثرها أبناءها تبطل وتترك الدراسة وبالتالي إحنا يعني مجتمع متعلم فلابد للحكومة أن يتوفر مبالغ للطلبة حتى يحسنون من مستواهم وبالتالي حتى يستمرون بدراستهم من الابتدائية إلى الجامعة لدينا تعديل بالقانون حتى لأنه تعرف اللي شاب أو شاب يصل أمرهم 18 سنة ينقطع راتبة بعضهم يعني درسون دراسات جامعية ولما أقطع الراتب هو لما يوصل للجامعة يحتاج مبلغ أكثر ومصاريف أكثر اليوم هذا القانون يحكمنا يحتاج أنه نعدل القانون حتى يعني تبقى هذه الفئة أنه مشمولة بالإعانة الاجتماعية وكثير من الأمور الإعلام إلى دور مهم يعني كل الفضائيات مشكورة كانت موجودة في انطلاق الحملة وبالتالي اليوم هي موجودة أيضا في كل يعني محافظة وقد تكون كل القنوات موجودة بالمحافظات اليوم قناة الأيام كانت في النجف وغطت في ناحية القادسية نحتاج الإعلام يواكب هذه المبادرة بالتالي حتى يبين للناس البرنامج الحكومي اللي أعلنت الحكومة واللي أطلقت أنه حكومة خدمات هذا موجود يعني بعض الناس ما تعرف لكن الإعلام رح يبين إن شاء الله سؤال عبد الرحمن مثل ما تفضل الدكتورة سناء الموسوية نتحدث عن هذه الحملات هل رح يرافقها باحثين دارسين حتى يقدمونا هذه البحوث والدراسات فيما يتعلق بالتعليم الصحة المشكلات اللي تعاني منها الأسر بالتالي لما الدكتورة تشير أنه بحاجة إلى تعديل القانون تعديل القانون متعلق بمجلس النواب مجلس النواب يجب أن تكون وسائل الإقناع بأساليب علمية رح ترافق هذه الحملة دراسات معمقة من حيث هذه الملفات الأسرة والتعليم طبعا لدينا أكثر من ألفين باحث يقومون بهذه المهمة أغلب الباحثين جميعهم يمتلكون شهادة البكالوريوس وقسم منهم ماجستير وقسم الآخر لديهم شهادات الدكتورة طبعا ذول الباحثين كلهم دخلوا دورات حتى الألف الثاني اللي عقد اللي قبل كم يوم نشملوا بقانون 315 تم دخالهم بدورات بالأقسام من خلال باحثين ذو خبرة أكيد الباحثين راح يقومون بتقديم دراسات وبحوث عن الوضع العام لكل هذه الأسر كذلك عملية الخدمات اللي راح ترافق عمليات المسح الميداني خدمات الصحة خدمات التعليم كلها تتم توثيقها بتقارير يقوم الباحث بإعدادها ومن خلال ترسل إلى الوزارات المختصة للقيام بإنجاز هذه الخدمات أنا أشكرك شكرا جزيلا صلى الله عليه عبد الرحمن المنصوري معاون مدير عام الحماية الاجتماعية ضيفا كريمة في الأستوديو وشكري الكثير لجناكم الدكتورة سناء الموسوي مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاجتماعية راية الحوار وشكرا جزيلا لكم ضيفا كرام مرة أخرى نتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع مجددا مجددا نحياكم الله ومشاهدي الأحبة ورحب بضيفي الكريمة كابتن سامي عيسى المحل الرياضة حياك الله سالسامي ضيفا كريمة في الأستوديو نتحدث عن خليجي 25 ومبروك الفوز فوز العراق وإن كان بصراحة الفوز متحقق للعراق بالحالتين يعني ما نعلاق بما يجري داخل الملعب ولكن فوز العراق هو بهذا العرس الكروي بهذا الاستضافة بهذا الإعلام الذي بدأ يصل إلى كل أرجاء العالم ليس ما يجري في الملعب فقط بل حتى طريقة الاستضافة الاستقبال الشعبي التعاطي والتعامل بين الجمهور العراقي والجماهير التي وفدت إلى العراق كيف تنظر إلى كل هذه الجزئيات ونجمعها ببودقة واحدة تحياتي لك زمين ولكل المشاهدين الكرام حياتي يعني بطبيعة الحال كان هناك صدمة صدمة للمواطن العراقي قبل أن تكون صدمة للمواطن العربي والخريجي من ناحية التنظيم الإداري الاتتاح الباهر الملاعب الملاعب المصاحبة البنى التحتية استقبال الحار والكرم البصري الغير مألوف بالنسبة للآخرين طبيعي بالنسبة لنا طيبة وكرم أهل البصرة والعراقين بشكل عام من بداية المناطق الحدودية إذا كان مطار أو إذا كان حدود برية أو بحرية استقبال بال المواطن الخريجي وكأنه هو من البصرة هو بالبيت بالبتسامة وبالضحك وبالكرم العراقي والطيبة العراقية بالتالي عكسنا عكسنا صورة إيجابية وطيبة عن طبيعة الشعب العراقي الميال للحب الميال الاحترام الآخر طيبة وكرمة الكبيرين فيما يتعلق بالضيوف هذا من ناحية الأمور اللوجستية والتنظيمية والإدارية التي كانت مذخرة أنه كلنا بصراحة وفنيا أيضا كان هناك المستوى الفني العالي شفنا مبالعات كبيرة وشفنا هدف وشفنا إثارة وشفنا تشويق وشفنا حضور جماهيري اللي نجح البطولة فيما أعتقد هو الحضور الجماهيري الغير مألوف والغير مسبوق واللي ممتعوضي عليه صراحة بدول الخليج نعم يعني دول الخليج عندما نظمون بطولة كاس الخليج العربي يكون الحضور الجماهيري ضعيف لكن منفاجر منجول البصرة وشافه 65 ألف تفرج واللي بر أكثر 30 ألف تفرج من الأولمبي منها 35 ألف بر أكثر التكيتات خلصانة التذاكر ماكو أسعار التفعات في السوق السوداء نصدمه بصراحة نجحنا بصراحة نحن نجحنا نجحنا بالتنظيم ونجحنا بإصدافة الأشقاء ونجحنا ببطولة محترمة قدمنا نسخة أعتقد يعني اللي حين نظم بعدنا أحواج الصعوبات مثل ما قطع نظمة كاس العالم اللي حيجي من بعدها أحواجه الصعوبات وأنا أعتقد اللي حين نظم كاس الخليج من بعدنا أحواجه صعوبات كبيرة بيش نحصي مقالنات بين خليج البصرة 25 والمطوات القادمة نعم النصف النهاي اللي تحدث عننا من كاس الخليج الكابتن سامي هذا اللفت الأنظار اللي حققه ونحن نقترب من النهائي بالتالي هناك وعد من الكابتن درجال بأنه حفل الختام راح يكون أجمل من حفل الافتتاح إذن هذه الرسالة تبقى متصلة وتبقى مستمرة بغض النظر عن النتائج من اللي راح يفوز من اللي يترشح من اللي يلعب المباراة الأخيرة ولكن هناك أيضا إبهارات وقيم مضافة لهذه البطولة كيف تنظر إلى الرسائل اللي راح تنبثق عنها بكل تأكيد التنظيم خليجي 25 في البصرة فيها عدة رسائل فيها رسائل سياسية وفيها رسائل اجتماعية وفيها رسائل اقتصادية وفيها رسائل أمنية اللي صار في البصرة قبل عشر ايام وأكثر الانبهار اللي صار والتنظيم اللي صار والأجواء الطيبة اللي شافوها الخليج بعيونهم هم كانوا يسمعون لكن اليوم شافوها بعيونهم وشافوها والله يعني الأماني اللي موجود ووضع الطبيعي اللي موجود والمواطن العراقي يعني الحباب احنا نقول على الهجتنا المواطن العراقي اللي فتح قلبه وفتح بيته ومستوروين انه يعني قاموا يشكون صراحة يعني المواطن خليج قال ميشي قال قال كافي بعد شو بعد نأكل يريد ندفع فلوس لا ندفع مالبنزين لا ندفع سمدقهود لا ندفع الفندق لا ندفع المطعم انا كنت حاضر في كيس العالم في قطاع عشرين عشرين يعني قبل شهر يعني بصراحة بطرمي منطني بلاش مع احتراماتي الشعب القطري ماكوشي بلاش هبس بالعراق هبس هنا انا سلسسوال اذا هم الاخوان ملس تعاون الخيجي زادا اليمن انبهروا وانصدموا بالكامل بصري لعدلاتيجون نشوفون شي يصير بزيارة امام الحسين عليه السلام في كربل الاربوعينية اكيدا يصير بعض الأضعاف يصير في الزيارة صراحة شي مطبيعي شي خارج صندوق خارج الكوكب خارج معقول هذا هو الشعب العراقي هذا هو المواطن العراقي الميال إلى السلام الميال إلى احتضان الآخر الميال إلى الحب وبالتالي نتمنى انه ها تكون لسالة وصلت إلى الشعوب العربية والاجنبية طيب كابتن نتحدث هنا أيضا عن المظاهر الرياضية بحد ذات يعني تعتبر ترسيخ لوحدة الشعوب وتأخي هاي الشعوب هذا يوفر فتح النوافذ والأبواب إلى تلاقح الثقافات بين الشعوب والتعرف على هذه المجتمعات يعني حضرت تنقل صورة من بلد معين اللي جوي مشجعين وزائري العراق راح ينقلون صورة بنمط آخر بالتالي هذه الثقافات وتبادلها بين الشعوب لربما العراق راح يأسس لنمط كرم جديد خلال البطولات القادمة صح قلت لك يعني زميلي ها مسؤولية صارت اليوم وحصل مقارنات مو فقط على الصعيد التنظيمي والملاعب المصاحب وبنى التحتية لحتى على صعيد اللي صارب شيء غريب عجيب صراحة ما أنه شوف خلال الفيديوهات خلال اللقاءات يعني مستغربين مصدومين ما قيت شكل العالم أي كرم هذا أي طيبة يعني 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 مفراحة شفى الشيء غير معقول بالتالي هذا هو فيها الرسائل أنا أعتقد اليوم العراق فاز الشعب العراقي فاز اليوم المواطن العراقي فاز قدرنا بعد سنين طويلة أنه قدرنا أنه نقنع المواطن الخليجي أن يحضر للبصرة بعد نقطاع الدم أكثر من 35 عام من العمل في 1990 بالتالي يعني نجحنا بصراحة بالتنظيم بيقناع الآخر بيعكس صورة طيبة عن العراق وعن الشعب العراقي اليوم أصبحنا بصراحة مصدر حسد اليوم نحن محسودين الشيء اللي شوفوا الخليجيين بصراحة شيء غير معقول شفنا حتى من خلال السوشال ميديا لأن تعرف أستاذ كل ساة يحضر وكل مواطن خليجي يحضر كل مواطن عربي هو عبارة عن قناة تلفزيونية عبارة عن موقع إلكتروني عبارة عن يوتيوب كل مواطن من ينشر فيديو سترى أصدقاء كذا كان كويتي أو قطري أو إماراتي أو سعودي أو يمني أو بحرين أو عماني كل واحد هو عبارة عن قناة تلفزيونية متحركة بالتالي كوحد سينقل صورة هيها من تجمعها ستكون لك صورة جديدة عن العراق صورة قديمة القاطئة يعني الظالمة بصراحة قاسية علينا اليوم قدرنا من خلال الرياضة قدرنا نغير من أفكار الآخرين علينا شفنا تلاقاح أفكار شفنا حب شفنا توادد شفنا تقارب الجي خاصة الجيل الحالي هذا الجيل الحالي يعني بصراحة هذا الجيل هو نتيجة للحرمان أجيالنا واللي قبل سنوات طويلة تم حرمان العراق من المشاركة في هذه البطولات أو بتعبير أدق استضافة هذه البطولات واليوم لما يكون وسط كل هذه الظروف والنظرة السلبية للعراق العراق يستضيف خليج 25 ونشوف أنه الجمهور مكتفة فقط في البصرة نشوفه في بغداد يتجول وفي باقي المحافظات يريد أن يتعرف على معالم العراق بالإضافة إلى شعب العراق كل هذه بصراحة هي قيم مضافة لم تكن بالحسبان منذ أن تم التأسيس لخليج 25 صح نحن تعرف أستاذ ومشاهدين نحن نظلنا كياس الخليج العربي مرة واحدة في بغداد العام 979 يعني نتقيم اليوم 45 عام نحن بعيدين وفي ذاك الوقت حققنا رقم قياسي بالجمهور صح وليوم كسرنا هذا الرقم القياسي كابتن سامي مون فقط بالحضور الجماهيري كسرناه بكل شيء طبعا نطيق كسرناه بالتنظيم وبالإدارة وبالتحتية وبتعامل المناطن العراقي مع الضيف هيا همشي يعني هذا شيء غير معقول وغير مالوف بسبب الآخر ممكن تتوح صح تذكر حضر كسر العالم ما حمد لأشفت قطري ولا حد سلام علي وما حشرت لكن اليوم نشوف التعامل المواطن العراقي يعني كأنما أخوه جاي كأنما أحد أقاربه وذي قاموا تصور منتخل الكويت غادر البطولة من دول المجموعات باقيين الكويتين جمهور الكويتين باقي يشجع حابين البصل حابين العراق وحابين المواطن العراقي نحن من خلال يعني رياضة تجمع رياضة هي سلام تجمع الشعوب وتجمع المواطنين وتجمع الفرق وتجمع كل الناس على شيء سامي وراقي ونظيف نحن صراحة محتاجين نغير الصورة الخاطئة والمغلوطة موخوذة عن العراق والشعب العراقي من خلال الرياضة أعتقد نجاحنا بالتنظيم الآن سقف الطموحات ارتفع مثل المواطن العراقي كانوا احترام بالتقدير الآن نحن بقى البنفة بكسر الخليج الشيء اللي شفنا من خلال الانبهار اللي كان موجود في حفل افتتاح وتوقع حفل الختام يكون أفضل إن شاء الله السرموني توقع كل الألعاب اليوم قدرنا يعني نشوفنا خلال الرياضة قدرنا نغير من فكر حكومة مركزية اللي كانت السابقة لبعض من كل ميميل للرياضة اعتبر شيء ثانوي لكن قدرنا نحن نجحنا بالتلاثة في خليجي 25 نجحنا بقناة الحكومة المركزية بتنفويل الأموال اللازمة ووفره بارك الله بهم ونجحنا عندنا مقرار موازنة ولكن تم تخصيص هذا المبلغ من مصرف الـ TBI لحين اقرار الموازن وهذه كله خطوات يعني ما راعت هذه الحكومة الحالية إنه أكو فوارق وملفات فساد من الحكومة السابقة ولكن مشت هذا الموضوع بشكل طبيعي هذا يشير إلى الوعي الرياضي لدى الطبق السياسي أو الحكومة تحديدا صح لأنه بدليل أنه وفره الميزانية المالية من خارج أطر الأوزار المالية والتخصص المالي والحال الاقتصادي والمالية لأهمية الحدث لأهمية البطولة للرسائل ممكن نبعثها من خلال البطولة نجحنا بها نجحنا بإستقطاب بإقناع دول مجلس تعالى الخليجي بالحضور إلى البصرة هذا أعتقد الإنجاز الأكبر بعد سنين العداء والحروب الحدث في العام 1990 قدنا نقوم ثلاثة إنجاز الثلاثة إنه قناعنا الاستحاد الدولي لكوة القدم من فانتينو يحضر للعراق وهذا إنجاز كبير إنه بيدي مفتاح كوة القدم في العالم بالتالي حتكون هاي أعتقد كامل عن كامل التراب العراقي حوى ويادة أتحدث هاي البوابة حتكون جسر اللي نعبر به للآخر الآخر من هو المواطن العربي المواطن الآسي والأجنبي لأن الشي اللي شافوه بصراحة يعني الشي اللي شافوه في خيجي 25 سواء من تنظيم إدارة تعامل شعب طيبة كرام أشياء مجانية أشياء غير معقولة التفاصيل المنظمة وغير المنظمة وأيضا هي كانت منظمة سامعيس المحلل الرياضي شكرا جزيلا لك وساسا مرة أخرى وشكري موصولا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله